الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا هل يجوز مصافحة زوجة عمي مع علمي بأنها في سن والدتي والجواب أنه ثبت في معجم الطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده امرأة لا تحل له انظروا إلى هذا الوعيد لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده امرأة لا تحل له وأيضا في صحيح مسلم حديث عائشة أنها قالت والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط وأيضا في سنن نسئي وسنن ابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء هذا هديه صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمسلم أن يتهون في مثل هذا الأمر بدعوى أنها في سن أمه أو في سن أخته فهذا لا أصل له وأما ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم بايع النساء من وراء حائل أو خلفة أو على حائل فهذا كله لا يثبت ولا صح عنه صلى الله عليه وسلم أقسمت على ذلك أم المؤمنين عائشة كما أسلفت والحديث في صحيح مسلم في مستد أحمد وعند أصحاب السنن بسند صحيح فلا جوز للمسلم أن يصافح مرأة لا تحل له مصافحة يد بيد لكن لا حرج عليه أن يسلم عليها أو أن يقرئها السلام إن أمنت الفتنة لا حرج أن يسلم الرجل على النساء الأجنبيات منه أو ليس من المحارم إن أمنت الفتنة أما أن يصافح الرجل المرأة فليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسأل الله أن يردنا وإياكم إلى السنة ردا جميلا ترجمة نانسي قنقر